السلام عليكم شباب أكرتماما من قاتل اميدي. أشترككم فيديو جديد وفيديو جدا أسطوعين من السلسلة الطريقة للنجومين. أسف لكم على السحبة التي تقريبا أسبوع. عندي شوية اختبارات مع الجامعة و تعرفون أوقات. فرح نرجع ان شاء الله من بداية بشكل من سطحة من العام. رح نرجع بفيديو كل يوم. محتوي جدا أسطوعين لأيدي مع فيفا و مع عدة ألعاب. و الأندة كالبدو، متشوفون, 400 كونز. لدينا مجاني مجاني هنا في لعب الأسبوع وضعوا لعب دور الأبطال ووضعوا مجاني أساطير باين وميسي أيضا بكل نسخ نسخة 2009 و2015 و2022 نقطة قتل العالم فأول شيء نرجع تشكينا لا تغير شيء تقريبا من الحلقة الماضية لا هذه تشكينا كنت ألعب بها التحدي لكي أخذ باكش مجاني تشكياتنا هذه فهذه تشكينا نتغير شيء وأعطونا تقريبا من هذا ليفاندوسكي 480 ما راح نسوي شيء به عندنا أفضل ليفاندوسكي في اللعبة والآن ندخل إلى تشكينا نبدأ بأول باكش مجاني فاللاعب اللي راح يساعدنا نشوف مين لا أحد تقريبا كلهم سيئين أبوا ما أبغى فاسكيس بس لأنها تعيفون رسالني يوم الأحد أعطونا هاكان لن تخسروا شيء فبسم الله صورة هاكان أسطورية بمناسبة دوري ريطال النجمة تانية والدوري عشرين فالآن بسم الله من هذا؟ قلت توقعتها 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 لوكاس فاسكيس قلت لهم سبحان الله كل اللاعبين أريدهم إلا لوكاس فاسكيس لكن طالعنا فالآن مع هذا الباكيج أبغى كل اللاعبين اللذين فوق خمسة وتسعين نحتاج نوير نحتاج برناندو سيلفو قبر يخسلين نحتاجه دينبالي نحتاجه فوفردي نحتاجه حاكيمين نحتاجه كفارديون نحتاجه نحتاج كل اللاعبين تقريبا إلا الذين هما تحتى بصراحة يمكن رافيني الواحد الذي نحتاجه لأنها برشلوين بالطبع أي برشلوين مرحبا بي في شكيله والآن بسم الله يا رب يا رب كفارديون يا رب يا رب نوير يا رب أي شيء جيد أي شيء ينفعه يدخل تشكيله أتوقع من هذا دينبالي أي لعب قلت أي لعب إجاء دينبالي نشوف كم طاقتها دينبالي والله ما أدعي الصراحة رح نرجع تشكيله ونشوف عندنا أيضا بكش مجاني في إنترنت سيتها وينه دينبالي كم يلعب دينبالي مية وشيء جميل نحطه في الدكة مؤقتا على بل ما يرجع أساسي فرح نقلب الآن عشياء 97 أسوأ لعب في الاحتياط جميل جدا الآن نرجع ونضع البكش المجاني الذي تطلع عنا البكش المجاني الانتر ميلان ما رح نحتاج ولا لعب صراحة ما رح أطور فرح نسوي سكيب أو لا نترك يمكن ها كان البحيد الذي يمكن أن أحتاجها وباللو ما رح أطورهم الصراحة لكن يجب أن يجب فقط من هذا لوتار عندي لوتار تقريبا عندي نسخة من لوتار لكن عندي مهاجمة كثير حتى لو ما عندي نسخة من لوتار والآن جاء وقت الحقيقة جاء وقت الحقيقة نبغى واحد من ميسيات فقط احتمالي تحتاج فينا ضعيفة جدا في بوزكتز في قلبة في زملاء ميسي أريد أن أرى التفاصيل أريد أن أرى كم نسبة يطلع عنا ما في النسب اوكي ماشي بسم الله يا عرب يا عرب تكرمنا ويطلع لنا يا عرب تكرمنا ويطلع عنا ميسي ميسي نبغى ميسي نبغى ميسي هذا ليس ميسي صح هذا ليس ميسي لا يمكن أن تقوم بعمل شعلات أو شيء كذلك لما يطلع لك ميسي ماذا ماذا هو مهاجم رهيب في الحقيقة لكن لا أحتاجه هنا لا أحتاجه هنا هالدفتور بوتوغالي يا عرب ميسي يا عرب ميسي 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 تقريبا مو ميسي نسلو اسكيب يا الله السفر الكونز على مباكش دين بي سنرجع ستسير السفر الكونز لأول مرة في السلسلة فنبغى فالفردي أو نوير فبسم الله يا عرب يا عرب من اللاعب هذا لا يكون فقط أي لاعب من الأسفل من غير رفينيا ومن هذا إنه جابرييل يا جيسوس ما أدري كما يصل الصراحة نشوف جابرييل كما يصير جابرييل كابرييل هيدخد شكيلة أو لا نعم ندخل برأس البرائم دياز سيصير هيك كميتش وفاسكس كما يصير صراحة ما توقع ما شفت يمكن ينفع في احتياب مكان مكان هذا نعم فاسكس من يوتسين يمكن أدخله في يوم من الأيام وهذه التشكيلة تقريبا ما تغير أي شيء يمكن أغير الآن ما أدع أخرج ليفاندوسكي وأدع ديمبالي في الجناح هو ونباب وهو نايمار أنا أعدل وين ديمبالي لسا هكذا ديمبالي مكان كميتش ونعدل نحط ديمبالي جناح نحط ليفاندوسكي جناح لا نحط ديمبابي جناح نحط ليفاندوسكي مهاجم ولودري محور بجنبه كما فينجو هكذا ونضع مركز اللاعب خط وسط مدافع وهكذا هي التشكيلة تقريبا لكن أبغى أعدل لكن هكذا التشكيلة صارت وإلى هوني يكون تعد الفيديو لا تسعود تغطر زر اللايك والإشياء وشكرا الفيديو مع أصدقائكم نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله